التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والوفد المرافق له رئيس جمهورية أذبكستان شوكة مردي ييف وذلك خلال زيارته إلى العاصمة تشقند تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الأذبكية وخلال اللقاء وجه رئيس الأذبكي تحية التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي مثمنا ما تشهده مصر من تنمية وتفرة حقيقية في إطار استراتيجية مصر 2030 كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وكذا تعديد أطر التعاون السياحي والتعاون العلمي لا سيما في ظل تشكيل لجنة التعاون العلمي مشترك بين البلدين